بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب يا زملاء في البداية ارحب بجميع الزملاء اللي حضروا معانا في القروب وكان لازم يا زملاء انه اضع هذا الفيديو للتنوير طريقة عملنا على التوصيات لانها تختلف عن التوصيات الباقية في القروبات يا زملاء طبعا كان لازم اوضح اشياء مهمة جدا من اجل يستفيد الزملاء في هذا القروب بشكل كبير جدا اول شي يا اخوان ادارة رأس المال لازم انك تقسم ادارة رأس المال بشكل مضبوط جدا لانه هم شيء هم شيء في التداول هو ادارة رأس المال لانه احنا بعض الاحيان يا زملاء بندخل عدة صفقات تمام لكن الأول لازم أنك تدخل جميع الصفقات اللي Mustang Pizza موجود ذي ما يقولوا زي ما يقولوا موجود يعني ما يكون فيه صفقة تدخل فيها يعني بكمية كبيرة وصفقة بكمية صغيرة لا وحد السيستم للصفقات يا زملاء ليش؟ لأنه إحنا بندخل عدة صفقات بعض الأحيان يا زملاء بيضرب الوقف معنا تمام وبعض الأحيان الحمد لله أو غالبا بنوصل لأهدافنا فما أريد أنه الإخوة مثلا نربح وفي صفقة واحدة يضيع اللي يربح لازم تدخل بعقود متساوية هذا من ناحية الشي الثاني لازم تعمل في حسابك أنه باليوم قد ندخل من أربع إلى خمس صفقات تمام؟ من أربع إلى خمس صفقات لازم تلتزم بالوقف يا زملاء تمام؟ وتابع التحديثات أنا بعض الأحيان زي ما أنتم شايفين تمام؟ بعض الأحيان أكتب الصفقة مثلا وفجأة تلاقوني أسوي تحديث أنه لازم أو يفضل أنه الوقف يكون عند المنطقة الفلانية ويكون لدينا شراء تعزيز يعني إيش معنى تعزيز؟ يعني تشتري مرة ثانية إذا نزل السحر إلى المنطقة التالية بتعزز الشراء يا زملاء تمام؟ طيب الشيء الآخر يا زملاء أنا بعتمد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا توصلنا لمعادلات دقيقة جدا تمام؟ سواء على المدى المتوسط هذه اللي تدقة بفيها بتكون عالية جدا طبعا بالنسبة للشغل اليومي يا زملاء أنا راح أوريكم راح أوريكم يعني نبذة بسيطة عن طريقة تداولنا يا زملاء أنا أضرب لكم مثال مثلا إحنا وصلنا تمام؟ إلى معادلات هذه المعادلات يا زملاء ما جاءت من الفرق هذه المعادلات دقيقة جدا وصلنا إليها بعد بحث طويل جدا لسنوات تمام؟ في التحليل الفلكي في التحليل الرقمي في الهندسة الكثيرية المهم في الآونة الأخيرة أنا قررت أن أتجه للفريمات الصغيرة تمام؟ مع أنها صعبة لكن إن شاء الله بإذن الله أننا نكون وصلنا للدقة وأيضا يوميا بيظهر لنا أشياء أو أشياء بتعطينا دقة أكبر طبعا يا زملاء رح أوضح لكم شيء أنا في دوراتي أو في معادلاتي أعرف أن الموجات على الزمن تمام؟ الموجات على الزمن هي قوانين كونية يعني ما فيه نقاش نهائيا أنا بالنسبة لهذه مكتنع فيها مية بالمية إنه فيه قوانين فيزيائية فيه ديناميكية الحركة للأسواق للحركة بشكل عام على الأرض فيه هناك معادلات في الزمن معادلات في الزمن هي المتحكمة الأساسي بالموجات تمام؟ لأنه زي ما سبق وخبرتكم إنه فيه موجات اسمها موجات فعل وفيه موجات اسمها موجات رد فعل الحركة هذه اللي أمامكم على الشارت هي موجات رد الفعل لكن يا زملاء موجات الفعل موجودة داخل الزمن تمام؟ موجودة داخل الزمن وهي المحرك للاتجاه الأساسي بغض النظر عن موجات رد الفعل المؤقتة حلو؟ وهي عبارة عن أنماط مصغرة شوف هذا مثلا نماط مصغر حرف الواو هذا شوفوا المقلوب نماط مصغر بعدين بيجي من بعد من هنا النماط المكبر وهكذا تمام؟ الحركة هذه الحلزونية موجودة من الذرة إلى المجرة بكل شيء وكذلك في الأسواق يا زملاء لكن في الأسواق تختلف ما بيجي لك دوران زي هذا؟ هو بيجي لك عن طريق أنماط مصغرة تمام؟ لأنماط مكبرة حلو؟ إن شاء الله تكون أسرة الفكرة مثلا أنا راح أعطيكم كم مثال كذا على السريع تمام؟ مثلا الزملاء اللي تابعوا معانا تمام؟ تابعوا معانا مثلا يوم يوم أمس حلو؟ طبعا يوم أمس أنا كان عندي هذا الفريكتال شوفوا أوريكم الفريكتال اللي أنا اتبعته يوم أمس وحققنا فيه ربح طيب وعرفنا بالحركة صعود وهبوط البعض بيستغرب يا أبو سام كيف بتعرف أنه بيصعد إلى كده وبينزل إلى كده شوف يا أخي العزيز شوف أنا فاتح فريم الدقيقة شوفوا أنا أخذت هذا الفريكتال مثلا يوم أمس حلو شوف مثلا كبرته على فريم النصف ساعة تمام؟ لاحظوا هذا فريم النصف ساعة كبرته على فريم النصف ساعة طبعا أنا وضعت لكم الآن وقف البتوكوين لأنه أنا أتوقع أنه الصعود إحنا كان حيضرب الهدف تبعنا بفارق فقط مئة دولار ونزل لكن إذا ضرب الوقف حقنا خلاص طيب خلونا نرجع للفريكتال شايفين الفريكتال يا زملاء اللي أنا أخذته على الدقيقة فين ضايع شوفوا فين ضايع ما أحد يتخيل أنه في فريم الدقيقة بيعرف الاتجاهات حلو شوفوا إيش راح سأسوي الآن راح أكبره إيش راح أسوي راح أكبره إيش راح يعطيني من فريكتال شوفوا أعطاني الحركة اللي صارت بشكل دقيق جدا شوفوا شايفين حتى الصعود العنيف هذا اللي صار والهبوط إلى منتصف هذه الموجة المثلث هذا شوفوا هو هذا المثلث يقول لك بيصعد إلى أعلى بشكل سريع ومن ثم يرجع إلى منتصفه شوف إلى المنتصف فعلا بالملي إلى المنتصف شوف كيف يا زملاء هذا هو الفريكتال هذه الموجة الأولى اللي في البداية شوف هذه الموجة اللي في الأولى بالملي هذا هو شوف كيف أعطاني الحركة مع الصعود العنيف شوف كيف والعودة فيما بعد إلى الآن العودة بشكل تذبذب في هذه المنطقة مثلا هذا يوم أيش يا زملاء شوفوا الدقة مثلا هذا يوم هذا يوم خمسة عش أوريكم إن المعادلة ثابتة يا زملاء تمام إن المعادلة ثابتة خلونا نرجع ليوم سابق مثلا تمام هذا يوم خمسة عش أرجع لكم مثلا اليوم أيش يوم 14 تمام أنا جيت يوم 14 طبعا الفريكتال كان واضح جدا شوفوا هذا هو الفريكتال على الدقيقة شوفوا أنا ما أخذ في فريم الدقيقة وأخذنا أهدافنا طبعا يوم 14 بدقة طيب أجي على الفريكتال مصغر شوفوا وين ضايع شايفين وين ضايع الفريكتال لازم ملاء حق الدقيقة هذا هو الملي شوفوا شوفوا تذبذب صعود هبوط عنيف إلى أسفل بقليل ومن ثم عودة متذبذبة حتى التذبذب يا زملاء موجود إلى يوم 15 شوف إلى يوم 15 أوكي طيب صدفة يا بوسا أقول لكم ما هي ما هي ما في شيء اسمه صدفة كلمت صدفة يا زملاء هذه أشيلوها من دماغكم المسألة إنه هي عبارة عن معادلات بعض الأحيان يا زملاء بتصادفنا أرقام ما سبقوا صادفتنا مثلا أو موجات في قد نخطئ في الفريكتال تمام في لا بأس إحنا يوميا بنتعلم تمام بإذن الله سنصل إلى دقة لم يصل إليها أي تحليل طيب خلونا نشوف مثلا يوم 13 طبعا أنا بكلمكم الآن عن معادلة ثابتة والله العظيم إننا ماشي بمعادلة ثابتة بأخذلكم الآن الفريكتالات عن طريق معادلة ثابتة هلو أنا عارف إن فيه زملاء راح يقعد ينبش الموضوع فيه يعني المعادلة فيها شوية صعوبة يعني على أساس إنك تعرفها من مجرد إننا أخذها من مكان معين بشكل سريع طيب مثلا كان عندي هذا الفريكتال يا زملاء تمام هذا يوم إيش هذا يوم 13 كان الفريكتال هنا بالملي شوفوا أين هنا 30 دقيقة أنا ممكن أرجع لكم حتى كم أرجع لكم حتى أسبوع أسبوعين بالملي بالملي يا زملاء شوفوا شوفوا الفريكتال أين ضايع هذه هي الموجات يا زملاء هذه هي الموجات اللي داخل الزمن يجي يقول لك واحد يا أبو وسام أمكن لو عرفوها بتنضرب نهائية ليش يا زملاء لأنه أصلا هذه الفريكتالات يا إخوة زي ما قلت لكم هي موجات الفعل الحقيقية يعني أنت تستطيع تتنبأ بالحدث قبل أن يصير عن طريق الفريكتال تمام فلا تجي تقول لي مثلا أنه الحيتان راح يفهموها وراح يلعبوا فيها نهائيا لأنه الحوت وغيره هو بيلعب داخل أو إطار موجة الزمن يعني غصبا عنه بمشي هذه الحركة يعني زي ما شفتم مثلا الصعود هذا اللي صار أمس حركة من الحيتان أو من المشتريين عرفت بها الفريكتال قبل حدوثها تمام شوفوا يا زمالة مثلا هذا الفريكتال اللي خبرني عليه مثلا السوق في يوم 13 شوفوا بيقول لك أنه فيه مثلا فيه هبوط وبعدين بينزل على أساس تعرفوا شي يا زمالة أنا لما دخلكم توصية أنا فعلا بضع السوق مثلا أفرضوا مثلا أني أنا دخلتكم في هذه مثلا يا زمالة حيها بتسوق إلى هذه المنطقة وبعدين يصعد إحنا اشترينا مثلا شوفوا مثلا في هذه المنطقة تمام بعض الأحيان بيكون فيه اختلاف بسيط جدا طبعا كاتجاه شوفوا ركزوا معايا كاتجاه إن شاء الله بإذن الله الفريكتالات هي نسبة نجاحها فوق 95% عندما أعطيك توصية وقل لك شراء اعرف أنه لازم السوق يصعد تمام لكن أنا ما أنصح قد أكون مخطئ والأخ مثلا يتعلق بالصفقة وتروح مثلا عكس الاتجاه تماما سبحان الله قد تحدث بعض الأحيان بحط وقف قريب جدا على أساس سبحان الله خايفين على حسابات الزملاء فلازم يكون الاسطوب قريب بعض الأحيان بينزل الاسطوب مثلا ينضرب علينا الاسطوب ويطلع السعر انت مثلا إذا حسابك ممتاز أو لا بأس فيه وتريد مثلا أنه أسوي احتياط أكثر من أبو سام مثلا كنت تخل الصفقة نزل على الوقف حقي شي بسيط جدا لأنه زي ما قلت لكم أنا بحط سطوبات أو وقف قريب جدا يعني ممكن الفرق بينه وبين الفريكتال شي بسيط فقط لكن انت ممكن تزودوا شوية بحيث أنه ما يأثر عليك وبإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للاتجاه سيروح للهدف طبعا أنا أعلنت يا زملاء أنا أعلنت قبل يومين عن دورة تمام أعلننا عن دورة ونزلناها في تويتر هذه الدورة يا زملاء فيها أنا بدون مجاملة أو أننا أدور ترويج أو شي يا زملاء والله الدورة لا تقدر بثمن هذا من ناحية تمام أنا الحمد لله مكتفي من التداول طبعا ألح علينا كثير نقيم الدورة زملاء يريدوا يستفيدوا والله يكلموني من قبل شهرين تمام كان فيه فيديوهات بنرسلها لهم لكن أصروا علينا قلنا خلاص دام الزملاء اشتوا دورة الأوضاع عندنا هنا في البلد سيئة جدا إن شاء الله بإذن الله أنا أسوي هذه الدورة ورسوم هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله بتصير لفعل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة يا زملاء أما بالنسبة كمعادلات كمعادلات أو كفائدة الدورة لا تقدر بثمن إذا كان أنا وريتك مثلا الآن في شرحي هذا فقط معادلة واحدة معادلة معادلة واحدة الآن لما دخلت وريتكم مثلا هذا الشغل على الشغل السريع هذه معادلة واحدة فريكتال باقي عندك الفريكتالات المتوسطة الفريكتالات المتوسطة يا زملاء طبعا قناتي على اليوتيوب فيها فرص كثيرة على الفريكتالات المتوسطة زي مثلا زي مثلا صفقة الذهاب شوفوا من كم من 1700 من 1700 إلى 2000 تمام فيه فريكتالات زي ما خبرتكم فريكتالات متوسطة طيبة وقيمة جدا كيف تحدد الفريكتالات الكبيرة السنوية كيف تحدد الفريكتالات المتوسطة فيه عندك زي ما خبرتكم فيه هذه فيه هنا فيه فيه فريكتال يومي شوفوا مع أني لم أكن متعمق بالفريكتال اليومي لكن أخذ مني وقت وبدأت فيه والشباب دخلوا في أول يوم لكن ثاني يوم حصل أنه دخلت علينا أرقام جديدة وما يعني أكثر الصفقات كانت عكسية تمام؟ كانت عكسية فانضربنا تقريبا ستوب أو ثلاثة لكن فيما بعد عرفنا وين الخلال لأنه أي غلطة يا زملاء أنا يهمني بغض النظر عن الوقف الذي انضربت فيه إذا صار الاتجاه عكسي تماما وأنا داخل في صفقة لازم أعرف إيش سبب الخطأ تمام؟ وزي ما خبرتكم أنا لسه من فترة يعني من شهرين أو كم دخلت في في الشغل السكالبينج زي ما يقولون أو الشغل اليومي لأنه أغلب فيديوهاتي بتلاقيها كلها إيش يا زملاء أغلبها كلها اتجاهات والحمد لله الاتجاهات مضبوطة جدا إلا ما ندر صفقة أو صفقتين من عشر صفقات تنضرب عليهم فاتجهنا للشغل اليومي اتجهنا للشغل اليومي أو السكالبينج إن شاء الله بإذن الله كل يوم بنزداد دقة بنحاول إن شاء الله بإذن الله نفيد الزملاء بقدر المستطاع والجميع يستفيد إن شاء الله بإذن الله أهم شيء زي ما خبرتكم الزملاء يلتزموا بالوقت يدخلوا بعقود بسيطة الجاي فيها الخير إن شاء الله بإذن الله وما راح نبخل على الجميع المعادلات هذه يا زملاء يشوفوا لي يقول لك السوق ما فيه أسرار هذا كذب أنا أبصم عليها بالعشر والله في معادلات في الزمن يا زملاء تعطيك الحركة زي ما شفتم أنا ما أعطيتكم شيء من خارج أو من عندي أعطيتكم مثلا 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 لثلاثة أيام مثلا ماضية وكيف مشينا السعر بالملي وكيف إنه فيه هناك فريكتالات فريكتالات يا زملاء فريكتالات بتعطينا التحرك بشكل دقيق غصبا عن الحيتان غصبا عن الأسواق ليش يا زملاء لأنه هي خارج موجات رد الفعل الأخبار والأحداث هي تؤثر يا زملاء بالشارت تمام هي تؤثر بالشارت الشارت وش هو هو موجة رد الفعل تمام هو موجة رد الفعل احنا وين بنشتغل احنا بنشتغل على موجة الفعل اللي في الزمن اللي هي المحركة الأساسي للتحرك طبعا أنا شرحت سابقا تمام في فيديو ايش هي موجات الفعل وموجات رد الفعل في هذا الفيديو في آخر فيديو تقريبا وكيف إن أنا يعني ايش الفرق بين موجة الفعل وموجة رد الفعل الموجودة عندكم يا زملاء في هذا الفيديو أتمنى من الجميع يا زملاء أن ينشروا القناة تمام؟ أن ينشروا القناة من أجل نوصل لأكبر عدد كل ما زادت العدد في القناة يا زملاء كل ما زاد النشاط وزادت الدقة بإذن الله طيب هذا بالنسبة للقناة طبعا أنا في البداية أنا جديد على التليجرام وما عندي الخلفية هذه اللي عند أصحاب القنوات والزهنقة لكن إن شاء الله بإذن الله بنحاول نرتب القناة بشكل طيب إن شاء الله وتكون التوصيات بشكل ممتاز أيضا بنحاول نوقف هذه اللينكات حق الزملاء اللي مشتركين وبنحاول نضبط مع الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله أتمنى أكون أوصلت الفكرة يا إخوة في هذا الفيديو وربنا يوفق الجميع إن شاء الله في يمان الرحمن في يمان الله